اعزائي الطلب التطلبات تاني اعدادي اهلا بكم في فيديو النهاردة معنا مراجعة النهاردة ترمى اول مهمة خلي بالكم منها سواء كلمات او جرامر السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله طبعا احنا عارفين ان كل افعال النقصة بيجي وراها مصدر زي مثلا عندنا كان كود ويل وود شال شود مست دو كلها طبعا عفال النقصة بيجورها الفعلي في المصدر عندنا بعض نقاط منها في المنهج بتاعنا التلمي الاول طبعا كان اي اكب اف تي بليز طبعا كان اي ادي كان اهيت عايزة الفعلي في المصدر يبقى نحطها على طول ايه هاف نمبر تو ده طبعا اسلوب اه سدجشن يعني اكتراح طبعا شال وي عايزة مصدر شال وي سام جوس يبقى درينك اللي هي اخر نقاط دي وي مست طبعا مست عايزة مفعلة في المصدر لها معناها هياجب ان يبقى you must keep we must keep the environment clean لازم نحافظ على نظافة يعني البيئة عندي كمان معلومة خلي بالك منها اللي هي لوك فورورد تو لوك فورورد تو يعني هي تطلع الى ودي عايزة فعلي في الجيراند يعني فعلي في طبعا الوظائف مهمة ولازم نرجعها كلها عندي police officer يعني ضابط شرطة street food seller باقي طعام متجول pilot اللي هو الطيار artist الفنان computer engineer مهندس الكمبيوتر عندي كمان مجموعة من الفوكاب المهمة عندنا كولوجرافي فن الخط sign language لغة الاشارة terrible اللي بتساوي very bad food stall يعني كشك الطعام لو حبنا نتكلم عن present continuous المدارع مستمر هنلاقي ان الكلمات المفتاحية بتاعته now اللي هي الان at the moment في هذه اللحظة look listen اول ما نشوف كنا من دول في الجملة نعرف على طول ان الجملة دي present continuous يعني مدارع مستمر ومعنى مدارع مستمر يبقى لازم اوفر شرطين verb to be plus verb في الing علي at the moment طبعا علي is eating ما ينفعش والأيتنج بس لازم verb to be معايا زي ما انتوا فاهمين تاني جملة عندي we look forward to high marks لسه عنها دلوقتي look forward to يتطلع الى دي لازم لها فعلي في الing حالي بلقى لكم التركيبات يا شباب يبقى لطول هنا ايه getting تالت جملة عندي نقط is beautiful writing ايه هو الخط الجميل using special pins اللي بيستخدام الأقلام نقط خاص من الأقلام يعني طبعا ديه كلوجرافي اللي هو ايه فن الخط الدرس اللي بي دروم اللي هو في الوحدة الأولى مهم جدا جدا عندي carpet يعني سجادة دي الكلمات الموجودة في الدرس ده curtain يعني سطارة cushions يعني مخدات او وسادات armchair كرسي بيد عندنا برضو اجزاء الجسم دي موجودة الترم الاول brain يعني مخ heart يعني القلب stomach يعني المعدة او البطن lungs رئتين blood يعني دم pump يعني يضخ تعالي مشوفوا نقطة دول عددة كده على السريع bullet there is a colorful on the floor طبعا ما شفتوا on the floor على الارض يبقى سجادة طبعا مش سطارة يبقى هنختار طبعا carpet يعني سجادة top number two there are four not on the sofa السوفة اللي هو الكنبة الكنبة عليها اربع ايه طبعا اربع مخدات اللي هي cushions بعد كده عندنا من الازمينة المهمة في الترم الاولاني عندنا شباب past simple tense الزمن المواضي البسيط وده اللي يخلو منه امتحان طبعا الكلمات الدلة ابرزها يسر دي يعني امس فترة وراها كلمة ago يعني مثلا two years ago منذ سنتين in معاها سنة ماضية طبعا الفعل المساعد وخاص بالمواضي البسيط هو الفعل ديد طب number one يلا اندردش كده i born in 1990 طبعا انا اتولدت في سنة تسعين دي past simple يبقى ده ذرب بتوبيه في past اللي هو was i was born ماحدش ابدا يقول i am born غلط طبعا طبعا number two where you live five years ago طبعا five years ago دي كده past simple ماضي بسيط يبقى على طول هناخد did لان did طبعا بتاخد عندي هنا ايه المصدر ما ينفعش نقول لوز ولا where لانه مش past continuous طب رقم ثلاثة who did you to school with yesterday من اللي انت اروح تويل مدرسة مبارح طبعا did فعل مساعد على طرح نختار طبعا المصدر اللي هو ايه go في ناس هنا بتنخدق ويقول لك yesterday mister اتدل على الماضي ارأى هو اخد وين تقول له لأ did هنا محتاجة المصدر اللي هو go طب نخش على بعض الفكاب الكلماتي يعني المهمة برضو عندنا في الترم الاولاني عندنا emergency يعني طوارئ volunteer متطوع charity جمعية خيرية donate يتبرع donation التبرع نفسه bigger يعني متسول disaster يعني كارثة proud يعني فخور infection اصابة او عدوة يلا نشوف بعض الاعسئلة المتوقعة هنا the pump blood ايه هو العضو اللي بيدخ الدم قلناها من شوية يا شباب اللي هي خاصة باعضاء او اجزاء في الجسم the pump blood around the body طبعا اللي بيدخ الدم في كل اجزاء الجسم هو ايه the heart اللي هو القلب number two we use نستخدم our to think نستخدم ايه يا جماعة في التفكير طبعا our brain يعني المخ الجملة الثالثة عندي هنا يقول لي he was a noot for a charity he works for no money بيشتغل بلا مقابل يعني مجانا يبقى على طول volunteer اللي هو المتطرف مهم جدا ولا يخلو منه اي امتحان الصفة quick عشان يخليها ظرف بزود لها ال y دي طبعا الظروف العادية مش الظرف الشاز quick تبقى quickly bad تبقى badly لكن طبعا من ضمن الظرف الشاز عندنا fast هي هي fast fast سريع او بسرعة عندنا good ظرفها well عندنا hard هي هي hard طبعا احنا بنجيب اه امثلة بس يا شباب يلا بقى كلا ندردش ونشوف بعض الاسئلة اللي ممكن تجي في الامتحان بنسبة كبيرة the children are singing loud يلا نصلح ونصحح loud طبعا ان هنا محتاج زرف مش محتاج صفة يبقى على طول هتبقى loudly هزود لها l y المثال التانية عندنا you speak english good او no chief good كده لا خليها ظرف على طول اللي هي لسة اعلانها ايه will w e l l رقم ثلاثة everyone should work hardly طبعا هاردي غلط هتقول ليه مستر غلط ليه الدفاع l y اقول لك لا هنا دي ليه معنى تاني خالص المفروض الظرف هنا يبقى هاردي بس من غير l y طيب نيجي على present simple موجود عندي برضو في تانية اعدادة في الترم الاولان برضو شباب طبعا نخلي بانا لما يكون الفاعل بتاعي اسم مفرد يبقى لازم الفرب مع اس لو الفاعل بتاعي اسم جمع او وي او يو او زي بقى الفاعل فقط بدون اس خالص الفاعل المساعد هنا يضز يدو وطبعا ضز ودو محتاجين فاعلة اساسي بيكون في المصدر طب يلا نشوف كده نوعية من الاسئلة where does your father نقط اين يعمل والدك طبعا هناخد work اللي هي اول اختيار لان اتضز محتاج المصدر number two my friend is always not mothers at home طبعا دل اصدقاء جمع الفاعل جمع يبقى انا عايز فاعلي من غير اس يبقى لطول هناخد how وانا هنتقل يا شباب لبنقطة التانية كمان مهمة في الجرامر ليقارة used to اللي هي بمعنى اعتدى an used to بتعبر عن تعود عمل شيء في الماضي وانتي طبعا بييجي وراها الفاعل في الانفينيتيف او المصدر طيب النفي بتاعها didn't use بس خلي بالك اول ما ييجي did على طول نشيل حرف من كلمة used لم يعتاد an وفي صغة السؤال برضو لو عندي did لازم استخدم used مش بستخدم used خالص طب عندي بقى حاجة كمان اللي هي الزمن الماضي المستمر طبعا من الكلمات الدل المفتاحية على الماضي المستمر معناها بينما بيجي وراها الزمن الاخر ممكن يكون حاجة من اتنين اما continuous او ماضي بسيط او ماضي مستمر اللي هي مني في القصة لها شباب ان نفسها بيجي وراها ماضي مستمر تعال نشوف كده عينة من الاسئلة الجزء دي نمبر وان انت عندك في الاخر did يبقى اولك هيبقى do ولا does ولا did ولا doing طبعا هيبقى did طبعا used to هتاخد it did رقم اتنين what did او شوف انا ادد له يا شباب يبقى did عايزة ايه عايزة use يبقى what did you used to do اللي انت تعود تتعمله when you were five لما انت كان سنلك خمس سنوات رقم ثلاثة did you used to طبعا التو ديت عايزة فعل في المصدر did you used to يبقى الحل يبقى wash up يعني تخسل الاواني رقم اربعة i didn't used to ride طبعا didn't عايزة المصدر يبقى use بس من غير حرف d يبقى use c e رقم خمسة while i play i fell down اثناء ما كنت بلعب انا وقعت طبعا ال while عايزة وراها ماضي مستمر يبقى i وراها was وبعد ال was احط play ing يبقى while i was playing i fell كوكتيل من جمل الجرامر وجمل الشائعة جدا والمهمة لالترم الاول اول ما نشوف زان يعرف انها مقارنة على طول طبعا طالما عندي صفة طويلة زي beautiful يبقى لازم more مع زان يبقى more beautiful هي الاجابة الصحيحة رقم اتنين احمد his computer at the moment طبعا at the moment يعني في هذه اللحظة يعني دلوقتي ده طبعا زمن مضارع مستمر يبقى على طول هناخد is مع repairing رقم ثلاثة this is the school نقطة father works هي ده المدرسة اللي بابة بيشتغل فيها جواها يبقى على طول اقول ايه where طيب رقم اربعة you climb on the wall it's dangerous طبعا تتسلق على الحائط دي حاجة طبعا خطر يبقى you mustn't climb بعد كده we two as one tomorrow tomorrow يعني بكرة يعني غدا يعني فيها مستقبل يبقى we are going to us one رقم ستة he lived in a village when he was young when he was young يعني عندما كان صغيرا يبقى على طول هناخد اعتادة an اللي هي used to معناها اعتادة an رقم سبعة this is the doctor examined my brother هو الدكتور اللي كشف على أخويا طبعا الدكتور هنا عاقل يبقى هناخد who رقم تمانية it started to rain while اه جاي للرابط while اهو او ما نشوف while ناخد ورا طبعا ايه post continuous ماد مستمر يبقى وز يبقى وز aware مع فعلي في ال-ing يبقى while زي where walking home رقم سبعة which is نقط the train or the plane ديني هنا حكتين اتنين هنا طبعا ما فيش عندي زان للمقارنة لكن برغم كده هناخد مقارنة which is faster ايهما اسرع the train or the plane القطار ولا الطيارة رقم عشرة علي was brushing his teeth when his father نقط طبعا الرابط عندي هنا ايه win win معناها عندما بيجي قبلها ماضي مستمر يبقى بعده بقى هنلاقي ماضي بسيط يبقى came معنى الجملة بقى ايه علي كان عمال بيخسل سنانه لما والده came جاء رقم حداشر you eat a lot of sweets تاكل الكثير من الحلوى طبعا ده غلط على السنان يبقى you should ولا shouldn't ولا has to ولا doesn't have to طبعا اليوم ما بتاخدش has to ما بتاخدش doesn't كمان يبقى should shouldn't يبقى طبعا shouldn't يعني لا ي عندي هنا number one a note is a piece of jewelry you wear on your finger finger يعني اصبع صابع ايدك المجوهرات بتلبسها في صبعك يبقى طبعا ده الخاتم يبقى ring رقم اثنين there was not emergency and many people were in hospitals ناس كتير كانت في المستشفيات يبقى ده ايه حالة صحية يبقى الطوارئ صحية يبقى health emergency ليه الطوارئ الصحة رقم ثلاثة the students handwriting 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 معناها خط خط الطالب is terrible يعني very bad وحش جدا خط الولد he should learn لازم يتعلم ايه يتعلم فن الخط لستخدمها من شوية تبقى calligraphy رقم اربعة hoda has not today she hopes to get the new job هي تتمنى تعصل على الوظيفة الجديدة يبقى عندها ايه interview مقابلة شخصية رقم خمسة المجد يعكوب became اصبح an important heart note heart surgeon يعني طبيب جراح للقلب رقم ستة i open the window and fill the my with cool fresh air ملت ايه في جسمي بالهواء fresh الهواء cool طبعا lungs يعني الرئتين رقم سبعة there is a colorful on the window window يعني شباك ما تقولش طبعا على الشباك بحورة السجادة غلط طبعا carpet هتبقى curtain يعني سطارة رقم تمانية i wash my face in there انا باخسل وشي فين in the basin يعني في الحود رقم تسعة the smoke of factories causes no add pollution دخان المصانع بسبب ايه air pollution يعني تلوث الهواء if you go to no add school you stay all day and night there طبعا المرأس الداخلية هي boarding school اللي بتقضي فيها الليل والنهار هناك رقم حداشر a man's sister is in hospital for eye no add for eye infection بسبب عدوى واصابة في العين رقم اتناشر والاخيرة عندي هنا the house was an a والان نقطة garden full of flowers and trees طبعا انا عايز صفة لكلمة garden يبقى an attractive garden البيت كان له an attractive garden حديقة جذابة full of مليانة هذه flowers and trees الزهور و الاشجور هتمالكو دائمين التوفيق والنجاح وعمل بقى share و like و subscribe للقناة وربنا اوفقكو جميعا اي سؤال اي استفسار انشاء الله تحت امركو thank you very much and good bye موسيقى